موسيقى موسيقى مرد وحسنا كان موت علي كان بغيل بزاف و لكن كان فرحان علي كان بغيل بزاف والدي مردي و راضي علي يدولي أخير الحمد لله وشكره لله وحد من الأولاد وقال أخيلتي رخصتك النبي أنا والدي راشتفولي على راسه الحمد لله لأن القادو دي الولدي لهذه دي الولدي هي الجنة فهذا النهار لا تغرقهم ولكن علاش لأنه عافى إن ينصركم والله فلا غالبا لكم نهار 8 يجب الأربع في الشهر ديسامبر جيت للدار ووجد الولدي قليلا رسي أنا كان سيسحاب لي بأنه في لاق غيب مشيت لذيك الليلة 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 الخديت لي دي الدبا على أساس أنا عنده لاق غيب ومنها ذيك الليلة للولدي فاشن بغيروا نقلبوا لش حتوقي ماما راسي بحركة راسي بحركة بشي تغيب ورجلي كانت حركة يدي ورجلي لبغي زر جلي تشد السرول بشي زر جلي وبقى في هذه الحالة من السبع طار زيتوا للكلينك لا مشيتش خاصة لحالة دياله أنا ما معرفش أنسحاب غيب وصعب لأن واحد من نهار جاي نملك للكلينك الليلة ولقيت درايز صغر صاحبوتي لعبو وصولتهم كما لم تتوحشتوش أخوكم وصاحبكم داريين نمشي ونشوفه كثيرة مرة ما يخليكم شو تشوفوه وأنا نج بدأت صويرة دياله وأنا وريتها لكفاش كان في الغية ورّيتها لداري واحد من الولاد وقالت خالتي رخاص كالدك لاري لماذا؟ لماذا؟ أنني وراد وراد يطفلي على راسي كانت بنتي كبيرة بنتي كبيرة تتغوط عليها لم يكن في التفاصيل كانت الداري دائما تقرأ معها في نفس القيصة لم يكن تكون قضية وصلها للداراج كانت الدابس مع الشيء واحد لم يكن الدابس مع الداري تنصال حوم هو يفضل يقول الخطوح أخذ لي حقوق و تحامي عليه قبل أن أعطي كلينيك أخذت فرماسياني لأساس لأعطي طبيعي في فوق منا ويزيش بولي كلينيك وقالوا لي خاصة سكانر سكانر كان في 2000 درهم ولم يكن يكتبوني أخذي حلقة إغجون قالوا لي أعطي المستثفى العروشي وقالوا لي أن أخذت عهد على النفسي قلت يتبع سافي لأولاد الله يرحمه وقالوا لي أن أدعوهم ولو الأولاد يدعون أم الله سبحانه وتعالى لأساس وقد قدرت الحلم وقد أخذت أن يجارهم الكثير من الحوايج ولكن فسقوا لي للناس الجيران بأنني أسمح لهم وهم الذين يمشون وهم الذين يوصلون لهذه الدرجة وذلك أنا تابع الجراءة القانونية حتى للمسائل الذين قالوا لي وهكوا اعترافات صريحة سمعت أنا فودني وصبرت ولم أريد أن أغرقهم ولكن علاش لأنه عافى إن ينصروا لكم والله فلا غالبا لكم لكي أتلمشت وقعت لها شيئا فأنا لم يكن لدي أي يد فيها ونقى غادم السامر الحياتي عادية هذا الشيء ليكي اليوم أمسكين اليوم أمسكين في حالة النار كانت تكون لديه 12 عامة النار الله أرحب وكانت تعجبه وكانت طالبني ماما تصبيه شيز كاك حتى نكون في الدار تجيني تليفون من الكليني تقولي الأم دماء الشميشة آدم تقولي الأم تقولي الأم تقولي الأم تقولي الأم حتى نذهب إلى أساس ولدي مستقبل حتى نقولي أنا أولا وأنا عشت الموت لأمان وعندما أتكرارا كأن أولدو لي بزرط الأولاد الحمد لله وشكره لا تصدم لأن لا نعتبر الصدمة لأن الحمد لله دائما تنهي أراسي في السنية الأسوأ تنتعيش معها قبل ما توقع وشمتي ما جاءتني استدماني أن كنت متوقع أي حاجة ممكن وتسلمت الله عز وجل وصافي وقدرت فيد الله كنت أعرف بأن الأرض تستقبل في النهار لذي تزاد واكترها على هذا الشيء وقدرت لهم أنا أولدي بإذن الله أي تدفن أستقبلوا الأرض إن شاء الله بإذن الله في النهار يتولد فيه تنموت وقد أخيغت ومزغيت وكان فرحان على وأنت مرضي وراضي علي الدنيا وخير الحمد لله وشكره والله أنا أعرف هو مسالم وأعرف ما أعرف هو والدي القلب هو جعل أنا عقلاني وأنا أجعل ما أعرف ويأتي لن أريد الوصف بالجنة لأنه قادو لجنة فأنا متأكدة أن أعظم هدية من الوصف دائما يعطي الوصف بجنة و أنا رفرحانة أعطى و الله ما أعطى و الله ما أخذ حنا كنا مسخرين تشي واحد ما دياله شي حانا الحمد لله والشكر والله الحمد لله والشكر والله والحمد لله والشكر والله